اشتركوا في القناة في نفس الموضوع سوف اتكلم يعني على تجربة وقعتلي مرة مع احد الشيوخ اللي تعلمت عنده الغنوصية في جنوب المغرب ومشيت له بيش نحكي معاه يعني ونتعلم منه ونكون كما نقوله احنا تلميذ بتاعه طبعا بعد الامتحانات الصعبة فهمت لكي يتم قبولي كتلميذ عنده نتذكر طلب مني حاجة معانتها في الحقيقة ادهشتني يعني فمتر وعلمتني يسر حاجات اذاك عليش حبيت نحكيها في ايدي الفيديو معانتها القصيرة كدر داشا بيش نبعده شوية على ما هو جدي وعلى ما هو افكار جامدة كما نقوله واحد وقتا مشيت له هو كان كبير في العمر يعني تقريبا عمره فهمتان هو باهم يعرش عمره وما يفوت لبيت نسناه فهمتان اول حاجة قال هالي قال لي نحبك تمشي خلف البيت متاعه اللي يسكن فيه طبعا هو يسكن في نجمه وقاله احنا كوخ صغير في وسط الجبل بعيد على العمران بعيد على كل شيء قال لي امشي خلف البيت متاعي تطلقى كوم من الحجر نحبك تقعد تغذر له ساعة كاملة وانت تغذر له حتى لين يعني يرسخ في المخم تاعك بالفعل مشيت وبقيت نغذر له ساعة كاملة وانا ما نتحركش ونغذر كل التفاصيل كل التفاصيل متاع الكومة متاع الحجر من بعد وقت رجعت عنده اعطاني ورقة وقال لي ارسم الصورة اللي في مخ بالحقيقة ارسمت الصورة ولكن يعني ما كنتش متوقع انه بشي طلب مني ان ارسم الصورة قالت بعضي المهم ارسمت الصورة من بعد قال لي عاود ارجع وشوف هل اللي في مخك هو اللي ارسمته ولا هزيت الورقة عاودت رجعت للمكان وغزرت نقاه مش هو بالضبط على حسب التقريب عاودت رجعت وقلت له مش هو بالضبط قال لي المرة الجاي ركز اكثر اخذي الورقة عنده وقال لي امشي ارجع والان اتخيل اللي انت حولت الكوم متاع الحجر من هوني كما نقول وهو عالمين للي صار وقال لي اخذر الورقة الفارغة وحاول مش تتصور هذا الحجر موجود في البلاسة الاخرى بالفعل مشيت وبيديت نغزر معاش نغزر الحجر نغزر للبلاسة الفارغة وبيديت نتخيل انه الكوم متاع الحجر هذا من هوني اتنقل الهوني مبعد وقت رجعت له قلت له خلاص تخيلته قال لي الآن اعطني ورقة اخرى قال لي الآن ارسم شنو تخيلته وبالفعل ارسمت شنو تخيلته ومشيت هزيت الورقة وعاوت مشيت شفت ارسمته تقريبا مشابه للطرف اللي هو عليه اخذي الورقة وقال لي توا ارجع وامشي نقل الحجر من البلاسة اللي هو فيها للبلسة الاخرى وبالفعل مشيت نقلت الحجر من البلاسة اللي هو فيها للبلسة الاخرى من بعد لانا قلته قال لي عاود وغزرله ووقع تركز فيه وارجع لي عاودت مشيت وعاودت اخزرت وركز فيه ورجعت له نفس الشي عاودت اعطاني ورقة اخرى وعاود ارسمته من بعد قال لي عاود امشي اخذرله اللي نقلته وعاود تشوفه مليح ورجع عاودت مشيت عاودت شفته مليح ورجعت له ووقت رجعت له قال لي ارسمه لي رسمته له من بعد عاودت اخليط الورقة وعاودت رجعت نلقاه تقريبا معندها كيما ارسمته ولكن وقت قارنته باللي قبل فين كان لقيت اللي هو مختلف هيا العملية يعني متكررة تقريبا دامت نجم نقوله أسبوع كامل لأن من بعد عاودت رجعت ويقول لي يمشي يشوف البلاسة بتهرها وتخيل الحجر لحجر اللي اللي انت بش مباعد تنقله وبالطريقة هذيك وبالتكرار 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 شنو وليت وليت تقريبا ننقل الحجر بنفس الطريقة بنفس الطريقة وكل مرة نحاول بش نجيبه ما خير هذي معناتها مسألة مهمة التكرار 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 وهذا نجدوه معنا الحطة بالسوقية مسألة يبدو يكرر 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 هذا التكرار هو في الحقيقة وهذا تجي تشوف تلقاه هو عملية النجم نقوله تغييب العقل نوعا ما والتركيز على ما يسمى الحس الحس يعني الحس متاعا من بعد وقتها معناتها عاودت هذيك العملية عدة مرات فأنت طلب مني بش نمشي ونبدأ نبدل في الحجر من بلاسة لبلاسة فأنت نبدل فيه يعني مخيبر ما غير من مسو وبالفعل لقيت سهولة معناتها كبيرة أني نقعة تقدم الحجر الرب عيدايا نقعد نقضل نقضل البلاسة الأخرى نحول وغاديك يعني بطريقة أنك تشوفه بالفعل وتنجم تشد كما نقول وإحنا كلم وورقة وترسم وكأنه بالفعل تنقل بطريقة ومثلا 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 وقت وصلت للمرحلة هذك قال لي الآن امشي للحجر اللي هو موجود وتخيل غمض عينيك غمض عينيك وقت تغمض عينيك تخيلوك كفش تحبو فمثلا وبعد لا تتخيلو تحل عينيك وهو في نفس المكان وبدله كما تحب انت وبالفعل فمثلا يعني قمت بهذك العملية يعني تغمض عينيك تخيلو وانا هو في بلاسة أخرى فمثلا من بعد ما غير ما ننقلو غير نبدل حجرة هذي في بلاسة هذي الحجرة هذي خطروه الحجرة دي ما هوش حجرة صغيرة فمثلا معنتها نبدله في البلاسة هذي البلاسة هذي وهكاكا كل مرة بديت نحسن فيه نحسن فيه نحسن فيه نكمل فيه حتى لين ولا شكله النجم نقول احنا عبارة على ما عادش فوضى يعني الركز فيه نحسن فيه ولا ياخذ شكل واضح لأن مثلا الحجرة اللي طالعة هكا نعبطها الحجرة اللي خارج نوقفها بشوية بديت نحسن فيه نحسن فيه حتى أصبح كوم من الحجر المنظم وقته أصبح كوم من الحجر المنظم قال لي توا تمشي وتعاود تنقله وقته مشيت عاودت ننقله بالفعل نقلته كما هو علاش على خطر المنظم صحيح هذه القصة يعني النوع الندويلة والمشاهد يقول عليش نحكي فيها أنا اللي حبيت نصل لهم الفكرة هذه فهمت أنه أنه ما ناش محتاجين فمت ما ناش محتاجين أنه هنقصروا روسنا ياسر الشيء المنظم هو أسهل للتكرار هذه نقطة النقطة هوني اللي هو ما تقال هالي ما تفهم هالي قال لي أن التكرار في الكون غير موجود أصلا لا يمكن أن يكون هناك شيء مكرر لأن لو هناك شيء مكرر يعني بنفس الطريقة أكيد هناك واحد ما يصلحش قلت له لاش أنا مفهمش شيء مكرر قال لي لأن ليس هناك مكانا لشيئين كل واحد عنده المكان متاعه مفهمش مكان لشيئين كينا عملوا حاجات متكررة يعني فما مكانين فما حتى شيء مكرر ولكن في نفس الوقت قال لي اللي تلقاه مكرر ولو حتى في المظهر أمت هو في الحقيقة غير مكرر قال الطبيعة مستحيل تجعل شيء مكرر مستحيل اللي نجم يقرب للتكرار هو الإنسان أو الخالق الخالق وحده هو لنجم يكرر والتكرار هو لنسبية قتله إذن كل ما هو موجود في الكون غير مكرر وغير متشاب قال نعم وقتله إذن الإنسان أو الصانع ينجم نسبيا يخلق شيء مكرر قال نعم قتله إذن الكون لم يخلقه خالق قال نعم يعني شوف الفكرة من قصة هذه ناخد أدة أفكار مهمة جدا التنوع في هذا الكون هي مسألة طبيعية والتكرار حاجات متشابهة هي حاجة مخلوقة النظام الدقيق هي حاجة مخلوقة كل ما في الكون غير منظم أحنا نسخيبه منظم ولكن هو غير منظم أحنا نحب ونقل عروح من وقت أنت تخرج في الطبيعة وتشوف ساعات أشياء فتظهر لك منظمة ولكن هي ليس منظمة النظام الوحيد اللي موجود هي الصنع أو الخلق يعني أنا وقت نصنع سيارات نسبيا نوع السيارة هذيك هي متشابهة وقت نمشي مثلا نصنع دار هي حاجة منظمة ظاهرة اللي ما هيش طبيعية فهمت على قدم الحاجة تكون منظمة وعلى قدم الحاجة تكون متكررة فهي غير طبيعية على قدم الحاجة تكون منظمة وتكون متكررة تكون مخلوقة ومصنوعة من فاعل فاعل بينما كل هذا الكون أو كل ما في الكون هو غير منظمة وغير وغير متكررة الرب واعتبر الرب الوحيد هو القوة الذكية اللي تنجي متنظم من الأمور بالنسبة للوقت الحاضر ليس هناك إلا الإنسان بالنسبة للمستقبل ما نعرفوش إذن هذه الحاجة اللي حابيت نقولها إن اللي أحنا نسخايب الكون منظم ونهزر القمر ونقول ما أجمل القمر دائري وكل شي راه وكان جاي القمر مربع ولا مثلت مش نقول نفس الشي يعني يقول لك هذه الدقة في الكون والعظم وكل شي هذا كل كلام فارغ فمت صحيح فمتناس موجود في الكون يعني يسمح بوجوده ولكن ليس هناك دقة فمت كدقة الإنسان في صنع الأمور وفي تصليح الأمور هذه الفكرة اللي حابيت نقولها وهذه درجة رمضانية ونتمنى أبدا نعملكم الفيديو القادم حول أصل الوجود بالنسبة للغنفسية وشكر على التشجيعات وشكرا على التوزيع ومع فيديو قادم وبسلام اشتركوا في القناة